حرر الكاتب الصحفي هاني عزب محضر باسم شرطة العجوزة محل سكن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بعدما طلق رسالة صوتية ونصية منه تحتوي على تهديد صريح وسب وقصف وقال المحامي عبدالغاني السماحي محامي هاني عزب ان المدعو مصطفى كامل قام بتهديد موكله وتعد عليه بالسب والقصف الشيء اللي هيعرضه لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه وتحركت الجهات الأمنية فور تقديم البلاغ وتميح حالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضد المشكو في حقه وكان نشر الصحفي هاني عزب خبر مدعا بالفيديو لحمه بيكا مؤدي المهرجانات أثناء غناءه على فلاشة في وجوده بأحد الملاهي الليلية وكان حاضر الحفل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وفي الفيديو بيظهر حمه بيكا وهو بيلق التحية على النقيب وطلق الصحفي هاني عزب مكالمة من مصطفى كامل بعد نشره للفيديو معلقا عليه أول حفلة يقدمها حمه بيكا بعد دخوله النقابة بشكل رسمي كانت في مالها ليلي وحضرها نقيب الموسيقيين مصطفى كامل الأهم من كده إن حمه بيغني بفلاشة قدام النقيب اللي كان فرحان جدا بتحية حمه بيكا ليه موسيقى شكرا